اوضحت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الامراض المعدية عضو فريق البحرين الوطني لتصدي لفيروس كورونا الفرق العلمي بين العلاجات المستخدمة لفيروس كورونا والعلاجات بل واللقاحات المتوافرة المختلفة مؤكدة حرص الحكومة على تقديم افضل واحدث العلاجات المعتمدة للحالات القائمة لفيروس كورونا وحمايتهم من خطر تدعياته الصحية مشيرة الى ان مملكة البحرين مسامرة في تبني المبادرات الرائدة وبدل كافة الجهود للتصدي للفيروس مهم طبعا فيه اختلاف اختلاف كبير يمكن الهدف في النهاية واحد تقريبا بس اختلاف كبير اللقاح يعطى لغير المصاب ما يعطى للمصاب في حين هذا الدواء نعطيه الى المصاب لتكون اعراضة بسيطة او معتدلة اللقاح يدخل الى الجسم ويحفز جهاز المناعة لانتاج اجسام مضادة فهو ليس بالاجسام المضادة هذا الدواء في الجهة الاخرى هو الاجسام المضادة اللي ممكن ان هي تحارب الفيروس لما يكون داخل الجسم ويمنع ارتباطها بالخلايا الجسم الشيء الثالث طبعا ان هذا اللقاح لما نعطيه للشخص فصوصا لما يخلص اللي هو حسب التطعيم ونوع التطعيم الجرعتين الاوليتين يحتاج الى وقت ليعمل احنا عادة نقول 14 يوم سبوع لسبوعين بعد اخذ الجرعة الثانية يبدي يعمل ويعطينا اجسام مضادة داخل الجسم النوع الثاني دواء فهو اجسام مضادة موجودة تدخل الى جسم الانسان في نفس الوقت ممكن ان هي تعمل يعني لا تحتاج الوقت لا تعمل هي تعمل في نفس الوقت لان التصدي لهذا الفيروس وما ينتقل لخلايا الجسم